اشتركوا في القناة يلجيشه بعد كده بيتقلق ويجي له عقد احتراف في الدور الروماني ومن بعدها يرجع تاني على بيته النادي الاهلي كمان نور يعني نور برضو كانت من احسن لعبة مصر وكانت ركيزة اساسية في الفريق لحد ما قررت ان هي تكتفي بالفترة اللي قضيتها مع الفريق علشان تركز في شغلها ايه هو شغلها الهندسة ومن ثم يعني ماشاء الله محمد كمان بقى دلوقتي برضو من اهم لعبة نادي سبورتي اللي بينافس بقوة على دور المحترفين مع الاهلي والزمالك والتلاتة الحقيقة كانوا برضو من نشيل الاهلي وقدموا مستوى مميز جدا خلال مسرتهم انا برحب بيكم شرفانا كابتن نور شرفنا كابتن عمر منورين عاملين ايه؟ الحمد لله لسه جاي من التمرين من ساعتين تلاتة والله فقعدنا حوالي ست شهور الدنيا واقفة خالص فمنهم أربع شهور وقت القارنطين فانا كنت قاعد فقطها كانت الدنيا مقفولة خالص ما فيش اي فرصة الواحد يعمل اي تمرين او اي حاجة كانت حتى كان الموضوع صعب ان انا جاءت فرجعت منها على المنتخب بقى على طول جمعت مع تجميات المنتخب اللي كانت في الاول في شهر تمانية وتسعة وعشرة بعد كده بقى مجتمع شهور ماليا ساعتها فارحمد لله اني محصلش نصيب فما شاركتش ما شاركتش بعد كده بقى في البطولة لأ نور انا انا مستغربة انت اصلا من بيت يعني ممتك ما شاء الله كانت حارس مرمى لنفس اللعب لكرة اليد سيدات انا باستغرب جدا من فكرة ان انت نهاردة كان عندك منتخب للسيدات لكرة اليد كبير جدا الكلام ده مثلا من سنين من 2012 النهاردة المنتخب السيدات لكرة اليد مش موجود فانتي كنت بتقوليلي تحت الاول ان ده كان من احد اسباب اعتزالك اللعب بالزبط هو برضو عشان المعلومات تبقى مزبوطة ما فيش منتخب اول بالزبط للسيدات فيه منتخب ناشئات وشبت نيجي عند مرحلة الدرجة الاولى المنتخب ما بقاش موجود من اخر مشاركة لنا كانت في 2012 في طورة افريقيا في المغرب كنت فيها و2010 قبلها بسنتين كانت في مصر هنا من بعد كده ملناش اي مشاركات مع المنتخب الاول خالص كسيدات مفيش الاهتمام مفيش دعم كافي الاتحاد مؤخرا بقى يعني ممكن نقول اخر اربع او خمس سنين بدأوا يهتموا اكتر بالشبات والنشآت بس برضو مرحلة المهمة اللي هي اللي هي المنتخب الاول مش موجودة تمثيل مصر تمثيل اسم مصر ده مش موجود دلوقت مش موجود دلوقت لكن اللعبة طبعا موجودة في النوادي كلها مش موجودة بس خلاص ما بقاش موجود يعني انا احلى تموح او احلى حاجة اللعبة يقدر يحققها في كاريره هو يمثل مصر يعني احنا لما بنمثل مصر في افراقيا او بنشارك في اي مباراة دولية والنشيد الوطني كده يشتغل والواحد يعني الاحساس ده ما حدش بي يعني ده هدف بالنسبة لي المشاركة مثلا في المحافل الدولية من ساعات طبعا الفترة اللي انا كنت بتتكلم عليها ده ما فيش منتخب اول وده طبعا احد اهم الاسباب بان انا يعني خلاص شايفة ان فيه تموح بالنسبة لي موجود ان انا كامل اصل عشان كده اخدتي قرار الاعتزال او بالضبط يعني ده احد اهم الاسباب برضو للناس كتيرا ما تعرفوش ان عمر ونور ومحمد يعني مامتهم كانت حرس مرمى للعبة كرة اليد ده بقى يعني السؤال التقليدي انتوا بقى طبعا نشأتوا في بيت كانت مامتكم فيه اصلا بتلعب اللعبة وخالنا كمان وخالكو كمان كابتن احمد جابر اه اه ماشاء الله كان هو كابتن فرينادي الاهلي برضو ومنتخب مصر ده طبيعي اللي حببكو في اللعبة ولانتوا بقى يعني خلاص يعني هو عامة اوتوماتك للموضوع كده يعني بيمشي هو الهندبول في مصر كانت من اول فترة اوال التسعينات احنا مصر خدت كاس عالم شباب بتاعتها تسعين في مصر كاتبتولها في مصر ساعتها الهندبول اشتارت قوي والناس كلها حبت اللعبة بتتفرج عليها احنا حتى في البيت كنا بنقعد نشجع عن منتخب احنا صغيرين وبنقعد نقط كان قلت حركة اللعبة هما بيشوتوا علشان كنا يعني مبسوطين قوي بالليعب البيت كانت ملعب يعني اوه 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 بالزبط ده سبب طبعا بس انا كنت بدأ باسكت لان انا احنا يعني كلنا كنا بدقين باسكت لان احنا طوال من احنا صغيرين انا جربت باسكت 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 اوه 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 انا كتعجباني الباسكت بس شافوني كانت يعني بالصدفة ووقت لما بدأت كانت خمس سنين كانوا يكونوا فريق الهندبول بنت وشافوني وشافوا ماما في الملعب قالوا لها يعني بالصدفة المدربة كانت دكتور هالا زاكي كانت زميلة والدتي ازاي تبقى انت لعبة هندبول وابنتك بتلعب باسكت عالي فريق الهندبول اوه يعني انت اصلا ما خدتش اللعبة حبا في حبتها طبعا لا حبتها طبعا لا ماشي بس اتي ما بدأتش زي مامتك يعني على خط اول انت لا 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 انا بالنسبال انا كنت حبيب اصلا كاكل هندبول حتى جربت الباسكت ما عجبتنيش فقلت له ما عايزة ارجع تاني هندبول اه لكن مع نور هي بقى اللي هم احطوها في الاول عافية اه بعد كده خلاص انا حبيتها طبعا يعني متجري في دمنا يعني قدرنا اقول كده اه واكيد برضو هتوارسولي ولكن متأكدة يعني اه ان شاء الله ان شاء الله مادام نبيلة واستاذ ياسين والد ووالدة كابتن عمر وكابتن نور معانا دلوقتي علشان نعرف منهم بقى يعني اكيد حجر الاساس انا دايما نقول كده حجر الاساس الام كمان انا برحب بيك مادام نبيلة برحب الاستاذ عمر وعايزة اعرف بقى ده بيت كل رياضي اكيد حضرتك الاساس فيه فكلميني عن الميكس ده عندك ثلاث اولاد ما شاء الله بيلعبوا نفس اللعبة انا بشوف اودة التمارين اكيد ده مواعيد التمارين كانت مختلفة مذاكرة دروس اكل نم اسحى نامي يعني لا هي اكيد الاساس فانا عايزة ابدأ بحضرتك مش كده والسلام عليكم ورحمة الله انا برحب بيك حبيبتي وانا يعني انا فخورا واحدة زي حضرتك نموذك زي حضرتك معانا كده النهاردة يحكي عنا قصة النجاح دي برحبتك من هنا البكرة طيب اولا مساء الخير عليكم انا مبسوطة ان انا معاكم الحمدلله وانا لو حكيتلك بقى قصة النجاح دي يعني هتتعزبي معايا عارفة لا مش هنتعزت بالعارفة ده دي دروس دروس مستفادة لأي أب و أم نهاردة بيسمعنا لازم يعرف القصة دي بدأت ازاي وكملت على نفس سرها الناجح ده ازاي ونحن بنستفيد وكلنا بنستفيد ايوه طبعا طبعا بوسي حبيبتي هي يعني مسيرة النجاح دي الحمدلله الفضل في ربنا الحمدلله يعني هم الولاد تلعوا شافونا برضو الى حد ما في النادي وبنلعب ورحين جايين على طول والسكة خدتنا بقى خدتهم برضو في الهندبول انا بصراحة يعني الهندبول لعبة شقة شوي بالنسبة للبنات اكتر حتى بالنسبة للولاد برضو هم لعبوا شوية ألعاب تانية وهم صغيرين اول ما ابتدينا بس يعني الحمدلله الناس بقى في الهندبول صحابنا وحبيبنا وزميلنا زمان اخدوهم بقى لقوهم بقى يعني الحمدلله فيه اطوال وفيه حب لرياضة ومشينا في السكة يعني الحمدلله بس طبعا كان كل واحد دي مع التمرين فكنا بنمشي بقى في العربية معنا اللبس ومعنا الأكل حياتنا كان في العربية احنا ماما كنت صحوا منهم بقى ننزل نوح المدرسة تعملنا الغداء في لانش بيكس وتعدي علينا في المدرسة تاخدنا تودينا التمرين أنا في مصر جديدة ومدرسة في مصر جديدة واحد يقعد يزاكر حد ما التاني يخلص تمرين بالضبط وكل يوم نبدل على حسب مين تمين والأو أنا كنت خايفة بقى لحسن مثلا لحد السنوية العامة يبطلوا أو حاجة بس الحمدلله الدنيا مشيت وكفاح بقى الأب والأم وكنا وراهم الحمدلله تعبنا كتير ويعني أخدنا يعني شطات كبيرة قوي في أن احنا نقوم 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 الصبح ونودي المدرسة ونرجع من المدرسة على طول التمرين ونقدر نوازم على الموعيد فالحمدلله الدنيا مشيت الحمدلله بفضل ربنا والأولاد ساعدونا بصراحة يعني كانوا يذكروا الحمدلله والتزيمين ما عزبناهم مش خالص ما كانتش مؤثر قوي على مذاكرتهم لا في ناس عزبتني الرياضة كانت بساعدنا في المذاكر أحد ثلاثة كنا فرنسية أصلا فالدرسة بطاعتنا صعبة شوية وبعد كده دخلنا هندسة برضو وحنا الثلاثة وهي حط ماما مهندسة ماما معماري وأنا ميكانيك كانت هاي في نفس الظروف تقريباً انت يا نور لكن مدم نبيلا كبت النبيلا كبت النبيلا حضرتك طبعاً حارس مارمة للعبة دي بس أنا هسأل السؤال ده لأستاذ ياسين دايماً أولياء الأمور عشان هو أستاذ ياسين ممكن يرد بصراحة على السؤال ده دايماً أولياء الأمور ساعات كده نلاقيهم بيتدخلوا في الأمور الفنية يعني أنا ابني كويس أنا ابنتي قعدت ليه أنا منزلوش اللعبة دي ما نزلوش المطش ده أنا بشوف كده في كرة القدم بصراحة فهل مدم نبيلا بقى باعتبرها كمان خبرة ولاعبة سابقة بأمانة كانت بتحرص على أنها تتدخل في الأمور الفنية دي مع جهاز الفني أو المديرين الفنيين بصراحة يعني إحنا عمرنا ما تدخلنا في النواحي الفنية لكن إحنا كنا متعاونين جداً مع إدارة النادي الأهلي في أننا نسهل وصول ولادنا التمارين في معادها وفي انتظامها لكن عمرنا ما تدخلنا في أي حاجة فنية في الملعب إحنا كنا نتدخل في حاجات صحيحة الحاجات اللي هي بتمس الأدب والأخلاق والحاجات دي بعدين اللي أنا عايز أقوله أن الأهم من ده وده كله بصراحة هو التعاون اللي بيني وبين كان مراتي في تربية العيال وده أهم حاجة عشان تخلاقي نجم كويس لازم يكون فيه تعاون والوانهوي وتنازل من كل طرف للآخر عشان خاطر نبقى وراء اللعيبة دي لهم وإحنا لما كنا وراهم ما كناش عارفين أن في يوم الأيام هيبقى فيه حاجة اسمها احتراف في كورتي اليادس بالضبط أه باللعب فقط لغير وأنهم نصرفهم عن أنهم يروحوا مثلا القهوة يروحوا معرفش يشربوا سجاي يشربوا الحاجات دي فكانت كل وقتهم وكل وقتنا إحنا شخصيا مفرغين ليهم يعني أنا كنت بشتغل في مكان كبير في الزمالك فقدت بخرج ستة أخر النهار أرجع مدينة ناصر بيتنا عشان أخدهم وانزل بيهم تاني النادي الأهلي في الجزيرة عشان يحضروا التمارين أو كنت أخرج من شغلي مثلا أروح النادي الأهلي ألاقي موالدتهم قاعدة اللي بتذكره وتذكره واللي في التمرين في التمرين فأنا رأي اللي في التمرين هي بقاعدة في المذاكرة فكان في الحقيقة ممكن ما يهتمش يعني ممكن يروح ينام يعني يعني راجع من شغله وقت التمرين كله يعني حتى ما بيخلص شغله بيرجع بيجيلنا النادي حتى وهو كان ممكن يروح خلاص وكده كده ما هو معه عربية مفيش حاجة يعني مفيش حاجة تكبره يعني عيش حياته بقا راجع من شغل تعبان أي راجل بيبقى عايز يروح يرتاح بقا جالوا كمان حاجة تانية برضو كان مفاكر أنا صغير كان جالوا أحسن برة كاهرة يعني مش برة مصر حتى برة كاهرة ومرضيش يعني بسببكو انت يعني في الويك أنت أو هيجي أسبوع و هناك أسبوعين طول الوقت معكم بالزبط عشان يساعد برضو ماما أنا بحييك يا أستاذ ياسين والله بحيي حضرتك جدا وحيات ربنا ربنا خليك كنتوا بتستثمروا في الأشخاص بتستثمروا في أولادكم بالزبط 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 من ضمن التنازلات الأمة مثلا أنا مراتي مهندسة مجرد ما خلفت عمر إيت لأنا عايزة أقعد بقى في البيت عشان أتفرغ للأولاد لأن ما ينفعش أن أنا أشتغل وأرعي لأولادها هيبقى دائها على حساب لأولادها فهي فضلت أنها تضحي بمستقبلها كمهندسة في مكان كان محترم برضو في الحكومة وتفرغت تماما لتربية العيال فكان لازم أنا كمان أحزو حزوري وأتنازل عن البيت أخرى وأن أبقى وراهم في كل حاجة ولبقى لهم طلباتهم ودافع عنهم وعمل لهم باكينغ في كل حاجة ويسخر لنا كل الظروف بابا وماما سخروا لنا كل الظروف لتقدل النجاح كنا بنروح المدرسة وبحل المشاكل هناك كنت أقابل كل الناس في أي مشكلة تحصل لهم كنت ما تدخل إلا النواحي الفنية في اللعبة صراحة يعني ليه لأن أنا كنت شايف أن هما كانوا فردين نفسهم بدرعهم يعني هما درعهم أن هما صغيرين الحمد لله ربنا موفقهم وكانوا كويسين جدا جدا في الملع فكان مش من حقنا كمان أننا ندخل في حاجة زي كده أنا ما شاء الله يعني زي ما حضرتك قلت أستاذ ياسين اللعبة يعني يمكن بتحتاج قوة بتحتاج المرمى أنت واقف على الجول خلاص لكن الباكليفت بتلعبوا في نفس المركز يا نوسا عمر فبتحتاج قوة قوة على تصويبة من بر يعني أنا بمسكي شد شعر في البنات يحصل فيه لا ده فيه حاجات كتير مش شعر بس يعني العشار مقدون بالنسبة للبنات لعبة عنيفة طبعا دلللالت كانت عنيفة بس البنات برضو طويل عنيفة يعني أنا تعرضت الإصابات كتير اه غرز في الوش مزراتي دللالت قوانين اللعبة تغيرت كتير بقت تتحفز أكثر على سلامت اللعبة يعني أي حد مثلا بتزق دللالت في الهواء ويقع على دهر اللعب المنافس بياخد ديئتين كان قبل كده. القوانين اتعبلت عن زمان. اتحد داولي اخذ صرارات. اشوف كده لما البطولة كانت اللامسة بتاعتي. اه. اطلعب هنا. بالزبط. اي كونتاكت عنيف دقيقتين على طول. اه. اه. ازاي قبل كده. فاللعبة بدأت القوانين تتغير شوية. انا بحيي حضرتك يا استاذ ياسين. بحيي مدام نبيلة. بس برضو علشان محمد بيلعب نفس اللعبة. بس هو في سبورتنج. مش كده مدام نبيلة. اعزائي حضرتك تتكلمين عنه شوية. اه. 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 مش معانا. مش معانا. اه. اه. اذا حضرتك بقى تتكلميني عنه اكتر. وهو برضو. هل يعني ايه طموحه اللي جاي بقى. هل كمان انه ينتقل للنادي الاهلي. الاحتراف برا. تتكلمين شوية برضو عن كابتن محمد ياسين عمر. ده اخر العنقود ده ده. والله يا حبيبتي هو يعني ان شاء الله يجيله واحتراف في النادي او برا. هو ونصيبه. احنا. هو ماشاء الله. وزهر في سبورتنج. وكذبه نادي الزمالك. وكذبه نادي الزمالك في الدولة. الاسبوع اللي فات تقريبا او من عشر فيام. وبعد ما خلص الماتش بتاع نادي الزمالك. وجدت اصابة كده في ركبته. قعدته شوية. وعمل حق لتقريبا في ركبته. فالاسابة. لسه هو ما تعافاش من الاسابة. اه. يعني هو لعب ماتش زمالك كان ماشاء الله هو وزميله كان متقلقين. والله وهم بقى مجهودهم يتكلم عن نفسهم. لو نادي الاهلي احنا تحت امرهم. لو اي حتة برا ربنا يسهل لهم ان شاء الله. بس هو برضو لعيب ممتاز. وحبيبي او ربنا يوفقهم كلهم ان شاء الله. ان شاء الله. ويرجع مصر. انا عايزة يرجع قاهرة يعني ان شاء الله يكون في حتة كويسة بازن الله في القاهرة. ان شاء الله. هو مش بعيد يعني اسكندرية قريبة. بس هو هناك الواحده بقى. عايزة واحدة يجرب التجربة عشان. هو معنا دلوقتي على التليفون. معليش خليه يقوى شوية. انا عايزة يقوى. حبيبتي. بعيد عندي انا مش بيدي عندي اهي بس. بس سمع أستاذي يسير بسمعك. احنا معنا دلوقتي كابتن محمد على التليفون. وعايزة اعرف بس منك كابتن محمد طبعا برحب بيك. انت بتلعب برضو في نفس المركز بتلعب باكليفت. اه بلعب باكليفت برضو. بلعب سنتر هاف. يعني في النصر. اه. اقول لي بقى برضو يعني اللعبة ديت يعني فيها قوة فيها التحام فيها مفعال. يعني بتقدر ازاي تسيطر برضو على على نفسك في المركز ده. عكس طبعا المركز التاني. انا بسمع مفاش القوة دي. مفاش الاندفاع ده. فكلمني ازاي بتعرف في توازن بين ان انت يعني ما ما تقعش في غلط. ما ما يتحسبش عليك اي اخطاء. وفي نفس الوقت تأدي بشكل جيد. والله وطبعا يعني لعبة هنفول كده لعبة عنيفة جدا. وبتحتاج مجهود ذهني وبدني. اه. وبعدين ان كون ان الواحد يلعب في مركزين مختلفين دي حاجة مش سهلة خالص يعني. وبالذات لما بيلعب كمان في مركز البلايميكر او السنتر هاف اللي هو ده صنع العلعاب الفريق. بيحتاج مجهود بدني وزهني طول الماتش ما ما يقدرش يفصل في اي لحظة من لحظات الماتش. لان لو هو فصل في اي لحظة من لحظات الماتش الفريق كله بيتأثر به. لان هو 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 تقريبا اللي بيتحكم في رد المباراة. هم 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 هم. يعني عكس تقريبا يعني باكليفت برضو طبعا عليه مسؤولية جديدة جدا بس هو اكتر المركز في الملعب عليه مسؤولية هو المركز البلايميكر. لان هو صنع العلعاب بتاع الفريق. بس فكوني ان انا نلعب في مركزين دي حاجة الحمد الله يعني حاجة كويسة وحاجة بتزود لي كمان انا امكانيات في اللعبة اكتر. هم. تبعت منتخب مصر في البطولة اللي كانت مقامة هنا. بطولة كرة اليد. اه طبعا. الى مصر نظمتها. شفتها ازاي قيمت منتخب مصر ازاي كابتن محمد في اللعبة دي. والله هو البطولة من اولها الاخيرها الصلاحة كانت اه مشرفة جدا في كل حاجة سواء كتنظيم وسواء كأداء المنتخب. وسواء كدعم من الاتحاد. يعني الاتحاد ما اثلش في اي حاجة خالص في البطولة دي اه اه حط جهاز فني على اعلى مستوى. ولعبين واختار اختيارات اللعبين كانت على اعلى مستوى. وطبعا تبعت المتشاط من اول يوم يعني المستوى بتاعنا بيعلى واحدة تدريجيا واحدة واحدة مع المتشاط. اه. لغاكم ما وصلنا للتوب قدام ماتش قدام المنتخب الدنمارك. طبعا هو اقوى منتخب بالعالم. بطل العالم. طبعا فكلنا كنت تعملي مباراة زي دي مع اقوى منتخب بالعالم وتفضلي ماشيا ندل بندل طول الماتش. لحد اخر نحظة. لحد الرمايات الترجحية. ده احنا كونا بنعاية. وكلنا كنا منلعب يد برضا. يعني كلنا. تحولنا. تحولنا الخبراء. ده حقيقة. ده حقيقة. يعني ماتر كلها كانت بتتبع المباراة كمان مش. دي حقيقة. طبعا. يعني حتى يعني فانا يعني يعني عدي في الشارع فقام قدام اي اهوة او كده كل الناس وشغالها الماتش يا. صح. دي حقيقة. اه. الحمد لله انا يعني نتيجة كويسة بس ان شاء الله بإذن الله في الولمبيات اللي جاية دي نقدر نحقق ميداليا. بإذن الله. بإذن الله يا رب. انا بشكرك جدا جدا كابتن محمد. شكرك. بالتوفيق يا رب العالمين في القادم ان شاء الله. بس عايزة اعرف برضو من من مدام نبيلة واستاذ ياسين روشتة. روشتة نقدر نقدر نقدمها دلوقتي لأولياء الامور. تطلع علينا جيل كده. امفال كابتن عمر وكابتن نور وكابتن محمد. تقول لنا ايه استاذ ياسين. اول حاجة التفاهم الكامل بين الاب والام. لان ده اهم حاجة تبقى موجودة عشان خاطر. محدش. ما بحشرش خلل في البيت. نمر اثنين. ان بقى فيه تنازل من كل الطرفين للآخر. ما بقاش كل واحد من الشبس برأيه. لا انا عايزة يلعب كذا. لا انا عايزة يلعب كذا. لا انا عايزة يلعب كذا. الولاد اللي هم يقرروا هم اللي يمشي فيه. الاب والام مهمتهم مسندة الولاد دي في كافة حياتهم لحد ما يتخرجوا من الجامعة. وبعد ما يتخرجوا من الجامعة. يعني هم النهاردة حتى بعد ما خرجوا من الجامعة. احنا برضو وقفين وراهم. بنساعدهم بالرأي. بالشورى. بالتوجيه. فدي اهم حاجة التعاون اللي بين الاب والام. والثقة اللي بين الاثنين. والتبادل. والتنازل عن الانانية بينهم اما الاثنين. دي اهم حاجة اللي ممكن تخلاقي بها لاعب فعلا. يكون كويس. او طفل يكون كويس. صالح يعني. تمام جدا. كابتن نبيلة. ايوا حبيبتي. وليلي بقى برضو يعني. اه. يعني. اه. يعني. تأجربتك. اشتك دي. اشتك دي. اشتك دي. لا. لا. بس اللي الام طبعا ديها. انت اللي هي نظرة تانية. اللي هي تطحية والله. كنت فهمة في الملعب فكنت برضو أضغط عليهم شوية وساعتا أقول لهم أنتوا غلطانين مثلا في حاجة بوجههم من بعيد برضو بعيد عن المدربين وشغل المدربين بس الحمد لله هي تضحية والدعم النفس يا ماما الدعم النفس في الجمعة وفي الشغل الحمد لله سهر معاهم ومرواح معاهم وفي كل حتة كنا متواجدين الحمد لله ربنا قوانا لو فكرنا اللحظة في اللي احنا عملناها يمكن ما كناش عملناها لكن هي كالدنيا ماشية الحمد لله كنا بنحمد ربنا على كل حاجة الحمد لله ربنا يخليكو ليهم إن شاء الله يا حبيبتي أنا بشكرك جدا جدا شرفتنا شرفتنا أستاذ ياسين جدا ربنا يعني خليك يا رب إن شاء الله ليهم يا رب وبفضل طبعا يعني أوليها الأمور ده اللي من النوعية دي أنا بتكلم اللي من النوعية دي نقدر نشوف لا نقدر نشوف أمثلة نجحة جدا جدا مش بس على فريق مستوى كرة اليد في جميع المجالات يا جماعة فأنا بشكركم جدا بحييكو جدا طلعتونا فعلا نماذج نجحة تقدر تكون قدوة في يوم من الأيام ودلوقتي حتى للجيل اللي جاي كمان شكرا لكو جدا ربنا يخليك ربنا يخليك يمتشكرين جدا جدا ألف ألف شكرا يا فنزل شكرا لك يا سيد ياسين شكرا مدام نبيلة شرفتينها إصابات تشدوا بقى شعر بعض في الملاعب فعلا أنتوا محتاجين إلا ألباكليفت في كرة اليد عايزة ثبات على أرض الواقع عايزة قوة جسمانية وثبات وأنتوا بتصوبوا من بعيد صح من أبعد مدى صح فأنتوا يعني أنا بسمع أنه في إصابات كتيرة جدا بتواجهكو بذات في المركز ده طبعا لأنه هو بوسي هو الخط الخلفي في الهنبول اللي هو الباكين والبلايميكر ومعهم الفرود أو اللاعب الدايرة عمر السولية آه خلاص عمر السولية في الهنبول هو دول يعني أكتر ثلاث مراكز بيتعرضوا للاحتكاك قوي يعني يمكن الجناحين اللود عليهم في الـ الكونتاكت أقل فالثلاث مراكز ذول بيحتاجوا قوة جسمانية بيحتاجوا كمان اللاعب يبقى يعني معافر في لعبة برضو ممكن يكون بيخاف على نفسه شوية اللاعب لو فكر في لحظة أنه هو خايف هيتعور هيتصاب أنتو شوية لازم تكونوا شوية بالزبط هو شوتر يعني زي سامير كامونة كده في الكورة آه بيحتاج منك أن أنت يكوني يعني عشان تبقي السبتة على أرض وقع أن تكوني حدة كمان طبعا صح عورتي أكتر ولا تعورتي أكتر والله يبصي أنا تعورت وكانوا بيقولوا لي أن أنا بعور بس أنا ما كنتش بابا أصدق بسرعة يعني آه كنت أسمع أن أنا كنت أسمع كنت أسمع أن أنا بعور الحياة بس هو وكان بيبقى من غير أس تحسيش بنفسك طبعا لا والله يبصي هو يعني أنا بدافع صح استفاع ناشف يعني أنا برضو كنت بقى لعب في مركز ثلاثة في الدفاع وده برضو يعني زي ما كان محمد بيتكلم أنه المركز صنقل الععب هو أهم مركز في الهجوم فمركز ثلاثة في الدفاع هو أهم مركز في الدفاع هو اللي بيحرك الدفاع هو رمانة بيزان الدفاع محتاج مجهود بدني وزهني محتاج زهني 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 عشان هو دائما بييبقى زهني وبيكلم العبال اللي حواليه التكتك اللي بيحصل من الفرق الثانية وبيوجهه فكان الموضوع معك صعب يا نور اه تعرضت الإصابات كثير منهم مرتين ماما قلت لي أنت هتبطل يا هنبول بعد الإصابتين دول بس الحمد لله يعني كملت مرة خط يعني غرز في وشي وكت حتى برضو في اسكندرية رجع لها بقى طبعا يعني هتفجأت هي بتتكلم بتتصل بيها ما برودش على تليفون لا هي بتتصل ما برودش ساعة اثنين ما برودش ساعة شنطتي وحاكتي ونقلوني على المستشفى حاببتي فلما لقت اتصلت بالإداري بتاع الفريق فبيقولها نور فقط العمليات فطبعا سمعت الجملة دي من هنا مش فهمة عمليات ايه راح تتصلت بالكابتن ، ما بش technical وحاجة وال견ente بيقول لها قدد عمليات طبعا هو توصيل المعلومات كان بالنسبة لها صادمة .. يعني هذobi مفتوح الحمد لل MAY رجاع تأيدي طبعا شافت المنظر غرز طبعا وورم في البق وجاء هي ب kob ent acичانة جالها طبعا sait بيشارجا يا بالز overl throw it خلاص قد رحط في hash طبعا فدي مرة مرة تانية برضو وللأسف المرتين كنت أنا من بره القاهرة وهي ما كانتش معي في العادي كبت جيدي دايما هي وبابا كل مباريات حتى لو بارك قهرب يسافل سواء. برضو مرة كنا بنلعب نهائيات وأخدت بوكس تحت عيني هنا. وكانت ورمة وزرقة العرفة عادل امان في الأفلام كده لما بيطلع موف حوالين عيني. كنت كده بالزبط وكانت يعني الإصابة كان وشكين لنا جالي كسر أصلا في العظم دي. بس الحمد لله عملت أشياء بس برضو رأي جعلها بمظر يعني. وب tiếp تتحكين ليون برضو جنب مؤشة قد تلعاب أفريقيا مع النادي اللعب الأفارقة بيحطه الشعر الفيرو Raymond Bl فكانوا كثير مثلا اي جدافة على واحدة فلاقي الشعر تلع في يعني حتة من الدفيرة طلعت في ايدي عادي وسط المتش بسبب اللزق اه ومرة لقنا يعني على الدكة وهم حطين الشنط في بقى شعر يعني موجود هم بيركبوه قبل المتش ويخرجوه اه 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 فبيطلع شعر 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 يعني اه اه بيطلع في ايدي شواتير اه بالزبط كده فيعني من اللزق بتاع الكورة فلو غزبا عني ايدي جد في شعر واحدة تطلع عادي فيعني بعد المواقف انو عمر فكرني فيها وانت كابتن عمر اكيد تعرضت لنفس المواقف يعني اذا كنت نلبس لانسز في عناية زمان اه صح اه فكنا نلبس لانسز فكتير اوي كانت بتوع مني من الخبطات او مثلا حتى حد سبعة فعيني كزا مرة وانا بقى بكمل بشيلها عادي من الارض وحتها فعيني تاني وانا معصلرشووووو بقول مكافة, الرش認 واكنش بجي Flyer في الشنطة فلاة حا Warriors فبشرح الي ها حد ما الدكتور او قلّل انت كده هتفقد البسن لعاي هالله قالوا اللبس فعامت لي الزق وخلص كلمني عن عودتك بقى لبيتك من الاحترف لمرة تانية للنادي الأهلي في قصة احكيها لي هو أنا الأول كنت أتروع من في ناشئيني الأهلي بعد كي سفرت في 2014-2015 لعبت سنة في أهلي جدة ورجعت بعد كده رحت طراع بعد ما رجعت الأهلي تاني موسمين رجعت رحت طراع الجيش أول سيزن كان بسبب كنت داخل التجنيد فكان لازم أن نضم طراع الجيش عشان هو الجهاز الرياضة طبعا هي طراع الجيش بعد كده أعدت في الجيش سنة تانية حققنا في السنتين دول مع نادي الجيش نتائج كويسة وإنجازات ما حصلتش قبل كده في النادي وكننا بدأنا ننفس أهلي والزمالك بكوة وصلنا في الكاسم سنتين وارا بعد وثالث الدولي سنتين وارا بعد وكان معنا كابتن طاري محروس هو كان مسك نادي الجيش ساعتها هو برضو من أبناء النادي الآن بعد كده أنا سفرت احترفت وهو برضو سفر أهلي جدة مسك أهلي جدة وأنا سفرت رومانيا وبعد كده على قطر بعد كده هو تكلمني وأنا في قطر في شهر خمسة تقريباً أو شهر ستة تقريباً أو خمسة أو ستة اللي فات أه اللي فات إنه حتعمل السنة الجاية وأنا عايزك معايا في الأهل أنا هارجع على أهل إن شاء الله وعايزك معايا ومن هنا بدأت بقى المفاوضات والموضوع عايز أقول لك ما خدش يعني أما هو فعلاً مسك رسمي وجي تكلم معايا إحنا ما خدناش خمس دقايق يعني هو ما خدناش وقت في التفاوض أنت وفقت على طول ويعني من غير أي مفاوضات اللي هو بقى نقعد نفاصل تفقش خد وجزب بقى لا على طول تمام يا كوتش أوكي كده تمام خلاص الموضوع خلاص كنت أنت تتمنى من جواك أن أنت ترجع ولا لا يعني أي واحد طبعاً أنت ربا في النادي الأهلي بالذات متعود على المكسب والانتصارات والالتزام والمسئولية وكل الكلام ده طبعاً حتى ما بيسافر يخد تجربة احترافي يبقى هدفه الأساسي أنه بعد ما يخده هيرجع تاني ينهي مسيرته في البيت اللي تربى فيه خاصة أنه البيت ده هو النادي الأهلي أكبر نادي في الشرق الأوسط طبعاً شرف لأي حد أنه يرجع تاني بيته وكنت مبسوط الحمد لله بالقرار ده حلوة قوي بتتبعي برضو مع أنك اعتزلتي بتتبعي أنتو ماشيين بشكل كويس جداً ومحققين تقريباً يعني فوز أو مكسب على كل المتشاط لحد الوقتي وتعادوا الواحد مع الزمالك مش بتتبعي ولا بتتبعي لا بالعكس ده أنا بتابع يمكن أكتر ما كنت بلعب أصحابي لسه البنات كلهم أصحابي ده أولاً سنياً بتابع كمان الولاد إخوتي الاثنين أنا بحضر لهم المتشاط كلها لو أدرى الكلام ده برضو من أيام ما كنت بلعب بحضر المتشاط وبنرجع بقى طبعاً بعد المتش استوديو تحليلي في البيت بما أن الأسرة كلها استوديو تحليلي على مستوى عالي جبتاني في البيت فالحمد للحد النهاردة لقد متابع طبعاً يعني كتير طلبوا يعني اقترحوا يعني حد قريب كان الكابتن بيتواصل معي عشان أرجع ينفع؟ أنت يا معتزلة بقى لك قد لي 3 سنين ده 3 موسم ينفع بعد فترة انقطاع طويلة جداً ترجعي بالسهولة ديت ولا بيبقى فيه قبلها بقى؟ لا طبعاً أنا بدرياً أصلاً بره جم وكذا أنا محافظ على المستوى البدني بتاعي أو اللي يقطي بشكل عام فالهنبول اللي عبتها تقريباً كتنا من حياتي يعني المامري هترجع بسرعة لو أنا قررت أرجع ينفع ترجع ينفع طبعاً ما فيش حاجة يعني فيه ناس بتبطل بالخمس سنين وترجع تلعب طبعاً ممكن ما ترجعش بنفس الكفاءة بس أنا كنت أحطى في قراري لو قررت أرجع في إما أرجع زي ما كنت إما خلاص يعني هو قرار وانسان فون أنت عايزة إيه؟ والله لو فيه فرصة يعني المشكلة بس حالياً في أن أنا مش قادرة أوفق خالص ما بين شغلي والهنبول في النازل الأهلي دون عن كل الأندية يعني يمكن الأندية التانية في التعامل مع البنات مش يعني مش عايزة طبعاً يعني مش عايزة عيب في أي حاجة بس النازل الأهلي مختلف في الالتزام في الانضباط طبعاً بنتعامل ك طبعاً أنت تحققي دايماً إنجاز طبعاً فيه استرس وفيه استرس وفيه مسؤولية كبيرة جداً فيه تضحية فيه يعني تحس أنت شايلة مهمة لو ما قدرتش حققها مش يبقى مليش مكايد أنا كان معي مصطفى عاصل أسبوع اللي فات كان بيلعب طبعاً في أحد الأندية الكبيرة بس ما كانش بالنسبة له ألأ أو ما حدش بيطلبه أنه هو يعني يدخل بطولة أو يحقق مركز أول في النادي الأهلي ما بينمش يعني يقول لي كده هو والده أنا ما بينمش خلاص مطالبين طالما دخلت النادي الأهلي ضغط كبير كمان أنه النادي أعتبر أكبر نادي جمهيري في شوك الأوسط يعني جوة مصر بس فيه 70 مليون مشجع للنادي غير في الدول العربية ودول الخليج فطبعاً كم عددهم يعمر؟ اللي في مصر حوالي 70 مليون تقريباً مشجع أهليهم طبعاً والناس مشجعين الأهلي بيتفرجوا على كل الألعاب يعني المتابعين هانبول باسكتفولي أي حاجة النادي أهلي بيلعب فيها جمهور الأهلي بتفرج عليها فدي بتحطينا في مسؤولية طبعاً أنه يعني أنت حتى ما سافرت احترافت بره كان النادي اللي أنا بلعب فيه في رومانيا هو يعتبر الدربي يعني مع دينامو وبوخارست وكان ليه متابعين وجمهور كل حاجة بس الموضوع مش زي هنا خالص يعني مختلف جمهور مختلف روحه حتى على مستوى اليد يعني آه حتى على مستوى اليد يعني آه آه بالزبط حلمك إيه؟ إيه الفترة اللي بتفكر في إيه الفترة اللي جاي أنت خلاص في النادي الأهلي دلوقتي أنا يعني أتمنى إن شاء الله بإذن أنا يعني أنهي مسيرتي في النادي الأهلي ده ده التموحي دي الفترة دي إن شاء الله إن شاء الله وإنت يا نور فتازم تقرري دلوقتي ترجعي ولا مش هترجعي تطمي دلوقتي لا والله يعني أنا زي ما قلتلك التأثير آه تأثير يعني أنا كنت شاهلة مسؤولية كبيرة في الفريق كان كنت يعني وصلت المرحلة في آخر ثلاث سنين في حياتي في الهينبول استرست جدا مش قادرة ألاقي وقت النفسي مش قادرة ألاقي وقت لأصحابي مش قادرة يعني حياتي كلها ما بين شغل من تسع ساعات في اليوم أخلص شغل أطلع جري على حتى الأجازة الجمعة والسبت جمعة تمرين والسبت مطشاط الدوري فوصلت المرحلة أنا يعني فعلا تعبت تعبت إن أنا أنا مش قادرة خلاص يعني لازم أختار حاجة من الاتنين مع إن أنا كنت في الأول واخد قرار إن أنا لأ أنا هدور على وظيفة تبقى ظروفها تسمع إن أنا مناسبة للتمرين واللعب بالزبط كده مناسبة إن أنا أقدر أوافق ما بين الاتنين حاجة ما تكونش مجهدة قوي ما فيهاش عدد ساعة شغل كتيرة فطبعا الموضوع مش بسهل يعني إن أنا ألاقي حاجة زي كده والشركات طبعا الكبيرة أو المالتيناشنال العامة ما فيهاش قوي كونسبت يعني أنا لعيب محترف لا ما فيهاش حاجة اسمها بزبط ما فيهاش حاجة اسمها معلش سوري أنا ماشي بدري عندي معسكر معلش أنا عندي بطولة هغيب عشر تيم أنا مثلا في أحد الشركات اللي كنت فيها شركات في مجال الهندسة في سنة واحدة سفرت ثلاث سفارية كل سفارية بعشرين يوم فطبعا أنا بحاولي بقى موجودة طبعا بكل وقتي وموجودي وكل حاجة وطبعا موجود رهيب عشان أقدر أوفق توازي أوه بس طبعا بيجي في آخر السنة وقت الأبريزل والبونس وكده يعني تقلت لي صراحة من المديرين في الشركات اختاري صاحب بلين كداب آه شرطي أنت شطرة ودماغ نضيفة وزكية وكده بس صاحب بلين كداب يعني شوفي لك حاجة تركزي فيها فاخترت أن أنت تعتزل ممكن أقولي اعتزل مؤقت يعني يعني جايز يعني محدش عارف الظروف فيها إيه لو الظروف متاحة أن أنا أرجع وأنا يعني أنا قلت الكلام ده أكتر من مرة أرجع إن شاء الله بس على شرط أن أنا أقدر أدرا أوفق ما بين الاتنين وما فيش حاجة تجي على حاجة لأن أنا حتى أنا بطبيعتي كشخص يعني ما بعرفش أبقى موجودة تدي نص مجهودك ونص مجهودك أو على الصف تعدك يعني يا إما بقى موجودة فول باور يا إما ما بقاش موجودة يعني مع رشا بقى موجودة تمثيل كده مشرف أو نص نص ده دي حاجة في شخصيتي يعني أعيد التمرين بتاع تبايا تعرض أربعة أه بيتمانسة أربعة فتبايا صعبة مع الشغل كمان هي دي المشكلة دي كالنسوا بالرئيسة ده عز الدوام يعني بالضبط باتمنالك توفيين فأي قرارت مش كبتن عمر منصير كل التوفيين إن شاء الله في اللي جاي ومنتو شرفتونا النهار ده فعلا شرفتونا فعلا إحنا مصير نتعلم معاكي وعلى قناة الأهلي وإن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية مع النادي إحنا داخل ناتي بطولة الدور إحنا ماشيين أول مع الزمالك نفس النقط والكاس هيبدأ هنبدأ أول ماتش تسعة تمنتاشر تلاتة إن شاء الله دول بطولتين تحللين بالنفس عليهم وفي بطولة أفريكا في شهر خمسة في الجزائر إن شاء الله بإذن الله إن حق التالي بطولات ونهديهم لجمهور الأهلي يا رب بإذن الله واتشرفونا هنا ونحتفل بيك بإذن الله هنا مع جمهور الندي الأهلي شكرا لكم إذن الله بعد الفصل لسه مستمرين في البيت الكبير